ايام من شوال هذي بينا للنمو لحكمتها الحسنة بعشر عام تالية رمضان 366 هذا العام وهذا يعني كانت سمت الدهر وهذه نعمة من ربي سبحانه وتعالى آل العلم من قرب واشر رمضان عمت الناس يصومونها لأولى سيامها متتابعة فإن صامها غير متتابعة جازة أما من كان عليه قضاء فإن استطاع ولم يضعف أن يقدم القضاء مرأة عليها خمس أيام استطاعت أن تصوم خمس أيام من اللولات بعد رمضان وبعدها تصوم ستة شوال تستطيع ذلك فهذا هو الأولى أما إذا رأت أن إذا صامت القضاء الفرض ضعفت عن ستة شوال يقول لا صيم ستة شوال ويمتد ويتسع الوقت للفرض منذ القعدة وما بعده من الشهور إلى أن يبقى عن رمضان مقدار ما عليك من صيام حينها يجب حينها يجب يجب أن يعرف الناس هذه المسألة ولا أن يقضوا رمضان في شوال وهذه المسألة التي كان بعض المشايخ يقفتوا بها يقول يمشي لا القضاء يمشي مع عرفة يمشي مع عشرة الحجة مع عاشورة يمشي لكن مع شوال لأن شوال سنة رمضان كان بعض المشايخ وبعدين برى لها عالم الوصول المعروف في ليبيا وعلماء الوصول لأننا نترحم عليهم في هذا الشهر المبارك نسأل الله حسن القتام للأحياء زي الشيخ عمر مولود ونترحم على الشيخ بو ناجي على أبي ناجي وعلى الشيخ عمر العربي هذهم علماء الوصول وأيضا نذكر شيخنا وكلهم مشايخنا شيخنا الشيخ فاتح زيقلام حفظه الله علماء الوصول انبرى لهذه المسألة في كتيب وبين فيه أن لا يصح لك أيها المكلف أن تقضي رمضان في ست شوال تجمح مع بعضهم لا لأن هذه سنة الشهر هذه سنة الشهر فلا تقضى فلا تكون مع قضاء الشهر وألف رسالة طيفة جميلة تدل على علمه وعلى تمكنه حفظه الله وأنا أرسل إليه من هذا المنبر سلاما وتحية أسأل الله أن يبارك في صحته وأن يحفظه وأن يحفظ باقي مشايقنا العظام جميعا فإنهم علماء علماء شيخ عبد الله والله تعرف الطالب لما الغر هذا ولا المغفل يقول يبقى لي باباش علماء وتستاغط لهؤلاء زي الشيخ فاتح والشيخ صاد والشيخ عمر وباقي المشايق ذكرناهم يعني يعني سبحان الله يقول نادى بجهله ولكن يعني الإنسان الناس وأعداءه ما جهلوا الناس وأعداءه ما جهلوا